وفق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماعه على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخلفات البناء وتصالح فيها وأجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون وكذا في حالة تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون هذا وقد حدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح وكذلك باختصاصاتها وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان